ويمضي شاعرنا هذا النصراني ويقول لما وصل إلى هذه الحقبة من التاريخ يقول وتعلن الناس بالنضال عائشة أعلنت النضال ضد من؟ وتعلن الناس بالنضال عائشة وبالأحاديث عن طاها تنخيها نخوة يالله تعالوا أنا خاكم آني وبالمثوبة في الجنات تطمعها وبالتوسع في الإرغاد تغريها وبابن عفان كانت تستثير على أبي الحسين من الأحقاد قاسية حقت بعنوان ماذا؟ الثأر لعثمان وهي قبلها بكم ليلة كانت تقول اقتلوا نعثلا فقد كفر ولما بلغها مقتله بالمناسبة قبل أن يبلغها نبأ تولي أمير المؤمنين عليه السلام كانت متصورة اللي رح يتولى طلحة حسب الاتفاق والمؤامر السرية اللي بينهم وكانت راكبة جاي ترجع من المكة إلى المدينة متصورة رح ترجع يستقبلونها طلع البدر علينا الملكة والإمبراطورة الجديدة الآن فلما وصلها الخبر وهي في الطريق قالوا لها عثمان قد قتل قالت أبعده الله ألا ليته كان في غرائري هذه فأوقعتها في البحر حتى يعني يغرق ويموت وصنمي كل أثر بعد إلى بستين دهيا لتأخذه بعدها بلحظات سألت قالت فمن ول الناس أو من تولى قالوا خير الناس قالت من طلحة قالوا لا علي قال الله أكبر قتل عثمان والله مظلومة أرجعوني أرجعوني إلى مكة بنت الكلب للتو كنت تقولين أنه عثمان ظالم كافر الآن صار قتل مظلومة فهو هذا حتى الراوي هو يقول أنا اندهشت هكذا اندهشت وقفت بمكاني قلت لا يا أمه للتو قلت كذا قالت نعم ولكن قولي الآخر خير من قولي الأول ردوني عثمان كانت له هنات وكذا لكن تاب خلاص تاب أنت زودتوها قتلتو ما كان مفوضة قتلوه ملفتوى منكي الفتوى جاءتنا منكي طلع لنا هذا الشعر الذي يقول ومنك الغير ومنك الغير ومنك المطر وأنت أفتيتي بقتل الإمام وقلت لنا أنه قد كفر طلع لنا هذا حتى الناس تسمع هذا تبدل المواقف العجيب فجأة كل شيء يتبدل طبعا طريقة المنافقين والمنافقات والماكرين والماكرات أنهم ليسوا على مبدأ يوميا عندهم موجة تتغير حسب المصلحة وحسب الهوى وحسب المطامع والرغبات منك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من أمر ولم يسقط السقف من فوقنا ولم يسقط السقف من فوقنا ولم ينكسف شمسنا والقمر وقد بايع الناس ذا تدرأ يزيل الشبا ويقيم الصغر ويلبس للحرب أثوابها وما من وفي مثل ما قد غدر نعم أحسنت ترجمة نانسي قنقر